زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس كان منها أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد افتتاح المرحلة التانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وجه سيادته وعدد من الرسائل حول تعظيم الصناعة المصرية وتعزيز المنافسة العادلة أيضا الأولويات اللي بتعمل عليها الدولة المصرية خلينا نتكلم بالتفاصيل أكتر مع الكاتب والباحث جمال رائف في كل هذه الرسائل صباح على حضرتكم ونورف صباح الخير يا مصر صباح الخير يا فندم على حضرتك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين طيب لو في البداية هنضع عنوان عريض لرسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال هذا الاحتفال إيه هو هذا العنوان يمكن رسائل للوعي الجمعي المصري سواء على صعيد المخاطر والتحديات التي تواجهها الداخل وكيفية تتصدي لها والثقة أيضا في قدرة الدولة المصرية على مواجهة هذه التحديات خاصة في ظرف عالمي راهن الآن بيؤثر على الاقتصاديات الخاصة بالدول وبالتالي نحن نتحدث عن رسائل مواجهة للداخل وأعتقد أيضا رسالة مواجهة أيضا لحتى المجتمع العربي فيما يتعلق بإعادة اللحمة وإعادة مفهوم القومية العربية وتمسك بالعلاقات الطيبة وتضافر الجهود للتعاون ونبز فكرة أي نوع من أنواع الخلافات أو الاستجابة حتى لي الشائعات ولي الفتن وبالتالي أنا أعتقد أن رسائل أمس كانت في غاية الأهمية سواء على صعيد الرسائل المتعلقة لداخل المصري وقدرتنا في تحقيق أمن غزائي في الحقيقة أخذت الدولة خطوات استباقية حتى نطمئن الآن يعني خلال الثمانية سنوات الماضية نحن نتحدث عن الكثير وكثير من الجهد يمكن حشان كده بنتكلم أن هذه رسائل مستندة على أفعال هي أخذت جهد كبير جدا على مدالة السنوات الماضية الموضوع مش فقط أنها رسائل للطمئنة ولكن هي رسائل للطمئنة تستند على أفعال وعلى أرض الواقع بنتكلم على مشروعات لأمن الغزائي سواء مستقبل مصري لنصف الدان إعادة أحياء مشروع تشكة الاستزراع السمكي الصوب الزراعية حتى في صناعات الأسمدة الآن بنصدر حتى السمات صدرات مصر الزراعية أكثر من 3 مليار دولار إذن نحن بالفعل قمنا بجهد أيضا حتى على صعيد تعديل السياسات في التعامل مع المجتمع الزراعي المصري بنتكلم على أسعار مختلفة الآن لتوريد المحاصيل الاستراتيجية بنتكلم على كارت الزكري الفلاح وغيرها من الأمور حتى على صعيد التصنيع الغزائي يعني مبارح هذا الصرح العملاق لأن التصنيع الغزائي أحد الدعائم والركائز المهمة لدعم الأمن القومي بالتأكيد طبعا الأمن الغزائي الذي هو أيضا أحد مفردات الأمن القومي للدولة وبالتالي أنا أعتقد أن كل الجهد الذي قمنا به خلال الثمانية سنوات الماضية عشان ما ننساش أيضا الصوامع يعني هذه الصوامع الآن التي حفظت لمصر مجزون استراتيجي من الأقماح والسلع الاستراتيجية جعلتنا الآن نطمئن في أزمة أمن غزائي عالمية وبالتالي أنا أعتقد أن المجهود الكبير الذي قمنا به خلال الثمانية سنوات الماضية وطبعا قبلها وكان هناك إصلاح اقتصادي وقبلها كل هذا كان هناك إرادة سياسية من الكادة السياسية المصرية لاتخاذ كل هذه القرارات وكل هذه الخطوات وبالتالي الآن علينا أن نطمئن وعلينا أن ندرك أننا بالفعل نستطيع أن نتجاوز أي من التحديات لأن لدينا إرادة سياسية ولدينا أيضا أفعال على الواقع بتمهد لنا الطريق للمضي نحو مستقبل أفضل أعتقد أن دي كانت نساءل مهمة جدا وأن الدولة ماضية نحو فكرة تعزيز التصنيع الغذائي بالتحديد بشكل أكثر قوة عشان كده رأينا حتى سيدة رئيسة مبارح مش بس بيتكلم على المصانع الجديدة ولكن حتى بيتكلم على مصانع قديمة ومنتجات قديمة الآن بيعاد يعني عادة تطوير شركاتها للزهور مجددا إلى الأسواق وبالتالي أنا أعتقد أن حتى فكرة الدولة طوال الوقت فيما يتعلق بالعمل بشكل متوازي فيما يتعلق بتجديد ما هو قديم وأيضا إنشاء ما هو حديث طبعا هناك رسائل أخرى لها علاقة بالوعي الجمعي العربي وأنا أعتقد حتى هذه الرسائل لم تكن موجهة لدخل المصري فقط نعم هي موجهة بالأساس للمجتمع المصري حتى يستوعب قدر التحدي ولكن أيضا علينا كعرب بشكل عام أن نستمع إلى هذه النصائح لأنها نصائح مهمة علينا أن ندرك أن هناك صحوة عربية حقيقية بتحدث الآن وهناك عادة لحمة عربية بتحدث الآن وهناك عمل عربي مشترك لم نرى هذا كان سعيد الحياة التالية لماذا هذه الرسائل المتعلقة برسائل خارجية الآن في هذا التوقيت لأن زي ما كنا بنقول هناك صحوة في العمل العربي هناك عمل عربي الآن بشكل غير تقليدي حتى بنشوف قمم أخوية سواء كنا نتحدث عن قمة العالمين قمة أبو ظابي وغيرها من اللقاءات الأخوية حتى بعيدا عن الشكل البروتوكولي للاعلاقات رأينا العلاقات العربية حتى تتطور على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري والسياسي والتفاهمات السياسية القضايا الفلسطينية لم تشهد هذا الزخم في الحراكة العربي منذ عقد تقريبا وبالتالي كل هذه الصحوة العربية أكيد مستهدفة وعلينا نحن كمواطنين مصريين أن ندرك هذه النقطة تمام الإدراك وحتى المواطن العربي عليها أن يدرك هذه النقطة أيضا تمام الإدراك هذه الصحوة العربية لن تمر على يعني الطرف الآخر من من يريد أن يشق الصف العربي مرور الكرام بالتأكيد سوف تكون مستهدفة الصف العربي مستهدف وعلينا أن ندرك هذا لأن الدائرة العربية الآن أصبحت دائرة أكثر قوة بصمود دول استطاعت أن تصمود أمام رياح الخريف الذي عصفت به كثير من الدول سواء نكلم على مصر المملكة العربية السعودية الإمارات البحرين الكويت وغيرين من الدول الأردن وغيرين من الجزائر التونس كل الدول التي استطاعت الآن أن تصمد أمام هذه الرياح الفوضوية وتعيد بناء علاقتها بشكل قوي لتعيد المجتمعات العربية وتبني علاقات قوية تستطيع بها المرور من الأزمات والتحديات الآن هذه العلاقات المستهدفة هذا بوضوحه بصراحة عشان كده بنجد بعض الأصوات النشاز بنجد بعض الأصوات المغردة بنجد من يريد إثارة الفتن وشق الصف العربي علينا أن لا نستمع لهذا الأمر سيد رئيس مبارح بكل وضوح يعني وضح للمواطن حتى البسيط المفاهيم حتى السياسية الكبيرة والضخمة في جمل بسيطة أن السياسة المصرية بتتسم به الاتزان والانضباط والرجد وبالتالي هذه المحاور بكل بساطة منذ عام 2014 عادت كدائرة اهتمام أولى للسياسة الخارجية المصرية لو أقول لها بالأرقام حتى أكتر من 15 قائد وزعيم عربي زاروا القاهرة العام الماضي في شهرين بس مصر استضافت قمة مهمة جدا على مستوى القدير الفلسطيني من الكلام على مصر والأردن وفلسطين أيضا السيد الرئيس ذهب إلى أبو ظبي في قمة مصرية أردنية خليجية هناك اتصالات عربية طوال الوقت مع الدولة المصرية إذن هذا الحراك حتى في هذا النموذج الصغير يؤكد أن الدولة المصرية الآن أصبحت عاصمة للم الشمل العربي بالتأكيد هناك من يريد أن يفسد هذا العمل العربي بهذه الفتن بهذه القويل الجوفاء في الحقيقة ولكن علينا أن ننظر إلى نتاج العمل العربي نتاج العمل العربي إيه؟ أننا استطعنا الآن نسند القضايا الفلسطينية خير مسندة نتكلم الآن على إعادة أعمار غزة نتكلم على أن حتى إذا حدث أنواع الأنواع التصعيد أصبح هذا التصعيد مصحوب بتهدئة فورية نتاج العمل العربي ونتاج الدول المصري المهم جدا والمستند أيضا على القوة العربية إعادة مفهوم مهم جدا وظهر مع القمة التي استطفتها مصر القمة العربية التي استطفتها مصر فلت الأمن القومي العربي أصبحنا نستمع لهذا المصطلح من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كثير من المرات وفي الكثير من الملتقيات الدولية والإقليمية هذا المصطلح الذي غاب لفترات طويلة جدا أنك تعيد فكرة أحياء الأمن القومي العربي وأن ندرك نحن كمجتمعات عربية أن أمنك القومي الداخلي مرتبط بالأطراف المحيطة بك عربيا هذه كانت نقطة في غاية الأهمية وأحياءها الآن أنا أعتقد أنه هو سبيل النجاة لأنك ما فيش قدامك غير أنك تلتحم عربية مع أشقائك حتى تعبر هذه الأزمات العالمية كل تأكيد يا أماني وحاول تفريقة الصف العربي مدرك تمام الإدراك ويعرف تمام المعرفة أن هذه اللحمة لو بالفعل توحدت مدى قوتها عامل إزاي؟ قوتها اقتصادية قوتها سياسيا قوتها عسكريا وأمنيا قوتها أيضا كما واقع جو سياسية لعبة في الاقتصاد العالمي وفي السياسة العالمية نحن لدينا مقاومات عظيمة وكبيرة للغاية والعمل العربي بيشهد طفرة يعني حتى العمل الاقتصادي أصبحنا نتحدث عن مصر والأردن والأراق كمحور اقتصادي مهم جدا أصبحنا نتحدث عن مصر والسعودية والربط الكهربائي وأنماط تعاون جديدة جدا من الكلام على استثمارات بين مصر والإمارات وصندوق للشراكة بأكثر من 20 مليار دولار بنتحدث عن مساندة حققية رأيناها حتى في مرور مصر بأزمة حتى وصلنا لألفين واربعتاشر وجدنا مساندة عربية لأدولة المصرية لن نستطيع أن نخفلها والسيد الرئيس عبدالفتح سيسي بالأمس أشار إليها لأننا لن نستطيع أن ننكر هذا الموقف الجيد للغاية بل الموقف العظيم والتاريخي والذي سوف نظل يعني نتحدث عنه الموقف اللي بيمتد حتى مع معركة التحرير الأرض والعبور في 73 إذن هناك مواقف كبيرة ومشهود لها أيضا مصر بتساند الأشقاء طوال الوقت وهناك مواقف مصرية يعني مضيئة في الصفحات العربية وبالتالي كل هذه المواقف وكل هذه الأماط حتى الغير تقلدية في التعاون ووصول الآن التعاون التجاري العربي العربي لمراحل جديدة والتفاهمات السياسية لم نرى تفاهمات سياسية ما بين القادة العرب كما نرى الآن القمة العربية الأخيرة في الجزائر لم نرى حتى بيانا يخرج من قمة العربية السابقة بقوة البيانة الذي خرج بالترتيب بالبنود التي تنص على خارطة عمل عربي مشترك خلال الفترة القادمة كل ده بالتأكيد عليك أنت كمواطن مصري وكمواطن عربي تدرك أنه مستهدف أنت كمواطن عربي مستهدف العلاقات العربية العربية مستهدفة وبالتالي تحصين الوعي الجمعي العربي والمصري كان هدف أساسي من رسائل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعتقد أن هذه الرسالة وصلت للمواطن المصري وعلينا أن نصم أزن تجاه هذه الأقويل المغلوطة وهذه الفتن وأن نستمر في بناء علاقات عربية شريفة نزيهة متوازنة بتخدم مصالح الأمة العربية وأيضا مصلحة الداخل المصري هيا ننتقل معك لنقطة أخرى والحين كان سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أيضا تشدد على الاستعداد الكامل لكل مؤسسات وشركات القطاع العام للشراكة مع القطاع الخاص هنا نقطة مهمة جدا وأنا أعتقد أن دي نقلة نوعية في الاقتصاد المصري ويمكن ده أيضا استكمال للخطوة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي إذا كنا نتحدث عن إصلاح اقتصادي اهتم بالأول فيما يتعلق بالبناء المالي والمؤسساتي لدوائر المال في الدولة المصرية نتحدث الآن عن الإصلاح الهيكلي فيما يتعلق بقى بمشاركة القطاع الخاص وإصلاح بعض شركات القطاع العام عشان كده رأينا اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية المصرية بهذا القطاع ويمكن أعتقد أن حتى الحكومة وطرحها ل32 شركة ومؤسسة للقطاع الخاص وللبرصة أو مستثمر استراتيجي أو للبرصة دي طفرة غير مسبوقة في الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وده نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبالتالي هذه أيضا رسائل بيحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السياسية لإصالها للمستثمرين والقطاع الخاص الحكومة بتسعى طوال الوقت لميناء بنية تحتية وتمهيد الطريق لشركات استثمارية تقدم الاقتصاد المصري هي ممكن نقاط كتير جدا ورسائل عديدة الحقيقة كلها مهمة جدا كنت بحتاجة أن أتكلم أكتر عنها مع حضرتك لكن للأسف سبعا وقتنا خلصت نورتنا الكاتب والباحث جميل رائف نشكرا جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات وكما ذكرت سيد الرئيس عبد الفتاح السياسي شدد على اللحمة وعلى القومية العربية مرة أخرى زي ما حضرتك تحدثت وأيضا فكرة الرسائل حتى التي تخوصت داخل المصري في غاية الأهمية ويجب التوقف عندها جميعا نشكرا جزيلا شكرا مرة تانية شكرا لحضرتك فانديم وشكرا لكل سيدة مشاهدي